اهلا بكم من جديد ونعتذر عن الفصل الاضطراري ده في عندنا حاجات كتير يعني من الحاجات برضو المهمة واللي بتلمس حياة الناس النهاردة بدأ توزيع أجهزة التابلت على طلاب الأولى السنوي في عشرين محافظة تعرفين في الترمي الأول يعني احنا بنتكلم على نظام تعليمي جديد بدء من كيس جيوان والابتدائي والسنوي وكان الكلام انه الامتحان هيبقى على التابلت ده غير انه في المادة العلمية هتبقى موجودة على الجهاز ده وهيتم تدريب الطلبة والمدرسين على استخدامه طردت وزارة التعليم أقول كتير جدا وشائعات كتير جدا ويعني انه فيما يخص التابلت فاحنا بنتكلم على اهو النهاردة دول طلبه ده السور دي من شمال سيناء والطلبة النهاردة بيستلموا التابلت زي ما قلت لحضراتكم في عشرين محافظة وبقية المحافظات ان شاء الله هيتم تسليم التابلت لمدرسها تباعا وعايز اقول لحضراتكم بقى على حاجة مهمة جدا عشان الناس ما تدخش وعشان الناس ما تسألش السؤال اكتر من مرة وعشان الناس ما تسمعش لشائعات وعشان الناس ما تتأثرش بيه معلومات غير مكتملة انا هرشد حضراتكم لصفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك وصفحة وزارة تربية والتعليم على الفيسبوك ليه؟ فيها كل ما يتعلق بموضوع التابلت واللي ما عندهمش الفيسبوك يعني احنا هنرد لحضراتكم كل المعلومات يعني دي صفحة وزارة تربية والتعليم فيها عشر معلومات عن التابلت طيب هتقولنا مجلس الوزراء بقى صفحة مجلس الوزراء اهي قدام حضراتكم هتبدأ بمعلومات عن التابلت فبيقولك رقم واحد بدء توزيع التابلت على الطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني واحنا قلنا النهاردة بدأ في عشرين محافظة وبعدين التابلت الذي سيسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة السنوية العامة ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب يعني هو عهدة مع الطالب لحد ما يخلص ثلاث سنوية سنوية وبعدين يبقى هدية ياخدها هو رقم ثلاث لا يرد الطالب التابلت الا في حالة تحويله لنظام تعليمي اخر يعني لو هيسيب السنوية ويروح اي مدرسة فنية هيسلم التابلت اللي معاه رقم اربعة ودي نقطة مهمة جدا شراء بوليس التأمين بوليس التأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري تدفع مرة واحدة سنويا للتأمين على الجهاز ضد الحريق او السطر يبقى الناس هتدفع 100 جنيه تأمين سنويا يعني كده ايه تقولتو 100 جنيه 100 جنيه سنويا تأمين في هيئة البريد في مكاتب البريد لانه في بعض الناس سألوا النهاردة قالك طب هنجيب ندفع 100 جنيه دي فمن مكاتب البريد طيب الفئات المستهدفة بالتابلت هما طلاب الصف الاول السنوي بالمدارس الحكومية والخاصة والمعلمين والعملون بالمدارس التعليمية ده رقم خمسة رقم ستة لن يتم تسليم اي اجهزة لمعلمي التعليم السنوي العام بالمدارس الخاصة يمكن رقم سبع يمكن للطالب الدخول على بنك المعرفة المصري من خلال التابلت للاستفادة من المادة 1000% التابلت يحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية للطلاب يتيح التابلت للطلاب الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة تم تجهيز المدارس بالصبورات الزكية لاستقبال المحتوى الرقم دي معلومات اساسية عن التابلت طيب في سبع خطوات عشان تحصل على التابلت المدرسي في الشمالة هون اول حاجة توجه الطالب الى اقرب مكتب بريد برفقة والي الامر الطالب يروح مكتب البريد ضرورة احضار البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد للطالب بالاضافة الى بطاقة ولي الامر يأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب تزديد رسوم 100 جنيه قضمان تأميني للتابلت بوليسة تأمينية يتسلم الطالب اصال بالمبلغ التأميني يتوجه الطالب ولي الامر الى المدرسة التابع لها ثم يوقع ولي الامر على اقرار استلام التابلت ضرورة الاحتفاظ باصال الرسوم المسددة حيث يضمن الطالب امكانية تصليح التابلت من خلال التأمين او الضماء يبقى دي الخطوات اللي الطالب هياخد التابلت من خلالها طيب لو حصل بقى عطل في التابلت فيه برضو خطوات اللي هو يتوجه الطالب بالتابلت لاخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع له وبعدين الاتصال بخدمة العمل على الخط الساخن 16 580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله ارشاد الطالب لاتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت تمام وبعدين عند هنا مواصفات بقى تكنولوجية للتابلت يعني دي بالنسبة لي مش فرقة قوي لكن احنا عندنا المعلومات العامة اللي قلناها عن التابلت الخطوات اللي انت تاخدوا بيها وطريقة اصلاحه انا بقول ده ليه وبقول لحضراتكم ايوة ليه امر عنده سؤال عنده استفسار هيقرأ على صفحة رئاس الوزراء او على صفحة وزارة التربية والتعليم او هيلاقي المعلومات دي في اي موقع من الموقع اللي معروفة فما يعدش هتساءل كتير لانه خلي بالكوا هي المعلومات هي مفيش وراها حاجة يعني المعلومات ليس وراها اشياء مخفية انت دي مواصفاته خطوات استلامه الخطوات تصليحه لو عطل من حضراته انتوا فاكرين كان وليه الامر هيدفع لما او كان هيمضي على تعهد يعني بيدفع 4500 جنيه مش عارف كذا عشان الاصلاح والناس زعلت وبتاع فالوزارة قالت لا مفيش فلوس مش هتمدي على فلوس وحتى لو في ناس مضت فدات لغة والوقتي هيبقى فقط شراء بلوس تأمين ب100 جنيه سنويا عشان تأمين التابلت وقالك لو ما تصلح الخطوات موجودة هي مش عايزين يا جماعة نرهق نفسنا كتير بكلام يعني تفاصيل باستفسارات كل ما تريد اي وليه امر كل ما يريده عن التابلت واستخدامه وطريقته وهو الاخر وموجوده في محتوى علمي الوزير النهاردة كان بتكلم على ان الناس تدخل على بنك المعرفة لانه في محتوى علمي ومودف المية كتيرة جدا ومهمة جدا الناس اللي بتبقى معتقدة الناس اللي بتبقى معتقدة انه عشان التابلت ده فيدخل بقى على الفيسبوك بتاعه على النت ويشوف مفيش ده مقفول يعني تابلت مقفول هو مش هيقدر يدخل منه على اي مادة تانية الا المحتوى العلمي ومحركات البحث العلمي اللي لشركاء بنك المعرفة يعني كلها علم في علم معرفة في معرفة مودف المية تعليمي موجودة فالناس ما تنزعكش مهم انه يبقى وعينة متناسب مع النقلة التكنولوجية في التدريس انه انت هيبقى المحتوى على التابلت الامتحان هيتم من خلاله وده الكلام اللي كانت الوزارة بتتكلم فيه في الترمي الاولاني لما عملوا امتحان تجريبي والولاد قالك لا ولا قاش وبتاعه هو كان بيعلمك لانه هو هيبقى فيه في الترمي التانى ده التلاتة امتحانات فالامتحانات دي مؤمنة ضد التسريب محتاج تاخد دروس خصوصية لا انت محتاج تتدرب على نمازج الاسئلة وعلى طريقة الامتحانات الجديدة عشان ربنا يكرمك ان شاء الله لكن لو فضل تمتربس دماغك على الاسلوب القديم اعتقد انه الامتحانات بتاعه السنوي اللي في الترمي التانى دي هيبقى فيها تسريب هيبقى فيها بتاع انسى المسألة مؤمنة جدا وخلونا كمان هنشوف ان شاء الله التجربة هتوصل لحد فيه